السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم في 3 مارس 2021. اليوم كما لا عدا جب لكم خبار وكذلك في الاخر ديال الفيديو كنعملوا سؤال جواب اللي كنحاول نجاوب فيها على اغلبية ديال الاسئلة ديالكم. الى ما كانت كلها. الخبر هو اه التوضيح لسدرات الخطوط الملكية المغربية بخصوص الغاء الرحلات ام الفتجاه ايطاليا وبلجيكا. وشنو هي الاجراءات ولا الخيارات المتاحة للمسافرين اللي كانوا اه يعني غادي سافروا لبلجيكا ولا ايطاليا. وبسبب هاد الغاء الرحلات بين الدولتين من طرف الدولة من طرف المغرب. فالخطوط الملكية خرجت واحد التوضيح كتشرح للناس كيفاش بامكان يبدلوا البيه وفوقاش وشنو هي الخيارات اللي عندهم. اذا ها هو الاعلان هنا يا. نعمل لها ديال العربية نقرأها مع بعضتنا. ها هو ديال العربية التوضيح بشأن الغاء الرحلات الى ايطاليا وبلجيكا. هدا اه اعلان ديال الخطوط الملكية في موقع ديال تويتر. بعد الغاء الرحلات الى ايطاليا وبلجيكا يمكن للمسافرين اعادة برمجة رحلاتهم الى نفس الوجهة. او الى وجهة اخرى في اوروبا الى غاية واحد وثلاثين مايو بدون رسوم اضافية. يعني اه هدا نقوله هو اللوشوال يعني الخيار اللي اللي عند الناس اللي تلغط الرحلات ديالهم. اخدوا مثال مثلا نهضروا عليك كمثال مثلا تدار بيداء بريكسل. تلغط لك الرحلة من تدار بيداء بريكسل. فبامكانك تبدل رحلة ديالك من نفس الوجهة الى غاية واحد وثلاثين مايو. او لا الى وجهة اخرى باوروبا. يعني اه لنفس الشي اللي هدرنا عليه البارح. مثلا انت عندك الوقت ما فيك ما ترجع عن اوروبا فاتسعة هذه. ما عندك لا خدمة اه ولا عندك خدمة حرة ويعني فاتسعة ما ما باغيش ترجع. اه بامكانك تبدل بي من دابا حتى واحد وثلاثين مايو. يعني هذه هي الفترة باش اه تبدل فيها البي ليالك. بالنسبة للناس اللي باغين يعني ممزروبينش يطلعون اوروبا دابا فانا كنا نصحهم انهم البي مايبدلوش مثلا اه من دابا الخمستاش في الشهر ولا يعني كان نصحهم يبدلوه ابتداء من اثنين وعشرين فوق. من اثنين وعشرين شهر ثلاثة الى ما فوق. لان هادك هي الفترة اللي كيقولوا بي ان غاد يرجعوا في هذه القرارات هذه. باش عاوثانيك ماتتحش مرة اخرى في المشكل ديال الالغاء الرحالات عاوثانيك بدلون تاريخ اخر. ولهذا النصحة ديالي للمسافرين اللي باغين يبدلو البي ويبقوا يعني مسافرين مع الخطوط الملكية من بعد يعني يبدلوه من اثنين وعشرين فوق اللي بخمسة وعشرين شهر ثلاثة. احسن لانه غادي تكون يعني يكونوا يرجعوا القرارات ولا كانت تفتحت شي حدود تفتحت. باش مش يحتاج بالدلبية او تانيك. وتسمع راه الالغاء الرحالات ومرة اخرى بالدلبية. اه واحد الاقتراح اخر كان اقترحه على المسافرين اللي اللي يجيهم زيان كذلك. بحلقت لكم البارح. هو نفس الاقتراح اللي قلت البارح ولا والبارح على يعني تدوزو على اسبانيا ترونزيت وتمشيو مثلا البلجيكا ولا الايطاليا. اه مادم كي يبدلو لك الرحلة الى وجهة اخرى فانت بامكانك تبدل الرحلة مثلا من كازابلانكا الى مادريد. هديك خالصة. وتاخد رحلة اخرى من مادريد الايطاليا ولا مادريد من بريكسيل. ويعني هادك يا الرحلة التانية هادك اللي عادي تخلص انتينها لانه مرة غادي يبدلو لك رحلة اخرى وحدة. ونتخلص الرحلة التانية. وبالتانية ما كتنقام شي عليك غالية. كتنقام عليك غير مادريد بريكسيل مادريد مثلا ميلان مادريد مادريد روما مادريد كاتانيا مادريد بي نسيا مادريد فلورينفيا. هنا يمكن ايطاليا كان شي 7 او 8 او 8 ديال الوجهات. وبركسيل بتاقي الحال كان غير بريكسيل. وبالجيكا عفون كان غير ماتار بريكسيل. يجري حالات في اليوم يعني تمشي اللاجونس ديالك وقلهم يبدلوا لك البيئة إلى وجهة أخرى في أوروبا اللي هي مادريد وهذه اللاجونس النيت قل شري معهم بيئة أخر من مادريد لبريكسل مثلا ويدلوا لك الكونيكسيون في البيئة وبالتالي غادي تجيب حالك يعني هادوم الناس اللي بغن يبشيوا بحالهم دابا على الأقل كالتمنص بيئة مخلص وبالنسبة لبريكسل راح البيئة رخيص مع إبريا تقريبا غير ربعين أورو خمسة واربعين يعني رايك بحالي عادزيت خمسة واربعين أورو وقدوز بحاليك على مادريد ترونزيت وعادت وصل الوجهة النهائية ديالك هذا واحد من الاقتراحات ديالي وطبعا لكم واسع النظر كل واحد رايك يعرف الدورف دياله وكيعمل الحاجة اللي كتلاق به نقرأ النص الثاني من هادتوضيح ولم هاد الإعلان ديال الخطوط الملكية المغربية تقول لك بالنسبة لطالب التعويض يمكنكم الاستفادة من التعويض في مقابل قاسيمة صالحة لمدة 12 شهر وقابل الاسترداد نقضا عند نهاية صلاحيتها ما معنى هذا الكلام يعني انت كمسافر ما بغيتيش هالساعة ها تبدل رحلة او اللا قطع تريحلة آخرى او اللا ديرتي من ناقص ممسافرش وبغيتي تعوض بغيتي يعني يعطيك فلوسك شنو كدير والضروري تمشي واللي جازو لالالالالوكالات تمشي والوكالات الاخوار را ما تناشو تقول سوف يتم تطيع إعطي قصيمة شراء و تصفي من حقك من 10 شهر لا لا يجب عليك إعطي قصيمة شراء أو إذا اخذ قصيمة شراء يعني الإختيار التاني يعطيها سوف يعطيك التعويض ولكن لا يعطيها لك شيء دابة اللي سوف يعطيها هو قصيمة شراء يعني اعطيك واحد البون بان انت راك عندك هاد البيه هاداب هادتامان هاداب هاد الساعة هادي اتفقنا وما عديش اعطيك فلوسه دابا ولكن عدت بقى انتب داك البون حتى تدوش 12 شهر عادك بامكانك يرجع لك الفلوس ديالك اتفقنا الاخوان يعني الناس اللي مثلا شرات البيه ديجة و بغد ترجع بحالها من اللي سمعت إلغاء الحدود مثلا جافيها مثلا الرحلة البارح والبارح يعني ما كانش عندك باقي ما كانش هاد الاعلام باقي ما عارفش باقي ما يعني التليفون يعني التليفون خدمت زاف ما كان لك هش التليفون لاشي حاجة يعني الناس اللي شرات البيه دابا بامكانه تعمل هاد الاختيار هادا عيواض مثلا ما بغاش ما بغاش بغا تسافر تاخد هاد قسمة تشيرة عادك من بعض عام عاد يعطيهك فلوسك دابا تاخد غير واحد البون يعني بحال مقوله احنا بحال بروف بأنك ركش ري تليبيه وما سافرتش ولكن ما الانسان ما يسهاش على هاد الشيء داخصيك بعد ذاك البروف تاخده دابا المهم ده بندوزن لسؤال جواب ونحاول نجاوب على لأسئلة ديالكم قال لي عافاك ممكن تأكد لنا واحد المعلومة واحد السيد كيقول راه الناس كيمشيوا في الخطوط تركيش من اسطنبول المغرب حيث دايرين رحلات استيثنائية من المغرب لتركيا وقال لي راه نفس الشيء راهتا من تركيا للمغرب كيمشيوا فيها ما رفتشوش بالصاح ولا غير النصف إذا كان ممكن تأكد لنا عافاك اختي شوف بنسبة التركيش ايرلاين بحلوة لتكون كتعمل رحلات استيثنائية للناس دياله المسافرين دياله من المغرب لتركيا ولكن من تركيا للمغرب راه راه ما قاديش يكون هاد الشيء هذا صحيح لانه والمغرب مانع انك تدخل يعني الرحلات من 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 دول اخرى مهم اختي هذا الخبر هذا ما ما خنيش نطول بالزاف الرد عليه وهذا لانه اه كل واحد مهم معرفش ايش من طريقة كيدر باش كي يعني كيدبر على راسه ولكن الشيء هذا راه ماشي صحيح ولكن هيدا لكن هيدا الناس كاملة تدخل من تركيا ودك سعى الخطوط التركية ماشي تعمل ارو حد رحلة الاستيثنائية تعمل عشر رحلة الاستيثنائية والخطوط ملكية والعربية ما تخدمشي قد المعلومة اختي اكيد انها ماشي صحيحة سؤال دي الفاتنة انا بغيت نمشي لايطاليا وبغيت ندوز من فرنسا واش ممكن نمشي عفاك جاوبني اختي ممكن ممكن تمشي من فرنسا ولكن على حساب اللي سامع بان فرنسا القضية مزيرة شوية بحق معارش افتجاه ايطاليا يمكن ان المهم انا كننصح الناس باسبانيا لان مهم انا كنشوف اسبانيا وخدام في اسبانيا وكنشوف الناس كمشيوا في المطار يعني لحد الساعة اليوم ثلاثة مارس الناس كتمشي مزيان اه على هناك نصح الناس باسبانيا فرنسا يعني منطقيا بامكانك تمشي خصوصا الى قطعت البيه ترونزيت يعني ما تقطعش البيه من فروق مثلا من المغرب لفرنسا ومن فرنسا عادك تقلب على عادك مثلا تاخد طيارة اخرى لا حاول تقطع مثلا مع ايرفرونس هذي هتكون طريقة مزيانة قطع مع ايرفرونس من المغرب من الطالية وعادر الترونزيت في فرنسا هذي كان نصح بهالناس بزاف انهم يقطعوا البيه مشروك مثلا ديركت للديستيناسيون فيناك ذك الساعة هما ما كيجبروا ما يقول لك لانه هما ديجا هما باعوا لك البيه هكك هذا الشي اللي كان اختفاتنا وإلا بغتي تكون مرتاحة اكثر هي عاية الشركة اللي عادت تافر معها وتمشي بطريقة من يعني هذي تقطع بعض دق قبل ما تقطع البيه ديالي كتكون عارفة راسك فين حطيته تقول السلام اخويا واش كينا ريانير من بوردول من راكش جاوبني يا اخويا الله يرحم ليك الوالدين اختناجات في هات الشهر هذا لحد علمي ما كانش ريانير من بوردول من راكش إلا كانش حاجة قد تكون في النصاصة ديالابريل ولا في اللوول ديالمي ولكن فات الشهر هذا رهما كانش فاتيحال وعزيز جزاك الله خيراني اخي الكريم واش تقدر تعرف لي متى تفتح المغرب الحدود مع انجلترا وقالوا اختفاتي حماد الجواب هذا ما عنديش وإلا ما كانش عندي المسدار وذاك شي بمتبوت ما نقدرش نقول لك خصوصا القضية ديالفتح غلق الحدود حتى الآراء ديتار رأي ديالي نحاول نخليه الرأسي لان ما يعجبنيش اللعب شوي على الوالوغتي فاتيحا ما نقدرش نقول لك بغن ندوز السؤال ديالك باش تعرفي ان رأي شفته ولكن ما عنديش الله يجازك بخير بغيت نسافر من المغرب الى اسبانيا نهار خمسة مع ريانير وعندي في الباقاج عشرين كيلو وعندي حق نطلع معي موتشيلة ولكن ما حدوش الوزد ما عرفش وش كي عبروها وما تفوتش وز محدد وشكرا بززاف على كل المعلومات اللي كتفيدنا بها اختي نائمة ما محددش الوزن دياله حتى في لف السيد دياله ولا هنا في المطار ما كنشوفش عن ما عندمش الباسكولة ما عندمش الميزة اللي باش كي وزنوها شي مرة غير بالعين كي يشوفها ايدي اذا شفة كبيرة بززاف يقول لك دخل هنا ولا هذا ولكن نرمال ما ديك موتشيلة خصا تكون قل من عشرات الكيلو خصا تقول قل من عشرات الكيلو وما كديراش يعني في ذاك المريوفو كديرا تحت الكرسي اللي قدامك اللي مهم هو انها تكون صغيرة لدرجة انها التاع في ذاك الكرسي ديال ذاك المسافر اللي قدامك الوزن ما محددناش وما كي عبروها شي بالكيلو كدير يبقى لنا عندي فيزا تجمع الى هولندا وش نقدار ندوز الى اسبانيا خي قطع غير اللي بي يكون مشروك كيددوز النيش يعني كي يعطيوك لك اقدم باكمو في المغرب كي يعطيوك ديال اسبانيا وديال هولندا ومخصوش يكون مشكل باش تدوز بحالك نهولندا ان غير ملي تمشي اللاجونس قلهم يقطعوا لك ديركت وخصوصا اما مع الخطوط الملكية المغربية او لا مع ايبيريا باش كتدوز ديركت وهو ما كيتكلفو لك بالباقاج ومليك يكونوا عندك جوج ديال ترخي تاس دينباركي ديال كار دونبار كومو التانية كتبرر لك هنا باش تدوز بيها في الصالة الترونزيت وبالزاف ديال الامر وما توقع لكش مشاكل اما هو بنسبة للنغم القواعد والقوانين الطيران راه ما عندك حتى شي مشكلة واش ممكن نعرف واش نقدر نمشي من المغرب الفرنسا عدم الفرنسا للطاليان اه خاي إلا كن عندك فيزا ترونزيت عفون إلا كن عندك البيت تاني ديال ترونزيت اللي عادي يسبش بي من فرنسا للطاليان راه ما كينحتاش شي اشكال بالنسبة للقانون الدولي ديال الطيران ولا بالنسبة للتحاد الاوروبي يعني انت قد تدوز على فرنسا كترونزيت كعاب عبور يعني بلد عبور يعني ما عندك شي مشكل اللهم اذا كانت فرنسا يعني اكين شي حاجة اخرى فيها ما عرفاش الله اعلم ولهذا كنصحك تتاصل بشركة الطيارة اللي عا تسافر معاه على ايدانا كنصح الناس بالاسبانيا لان اسبانيا عارف الامور دياله وكنشوف في الخدمات في المطر يعني الناس را يدوزوا ولكن منفروض ان فرنسا كديري يكون نفس القانون اللي كيتباق في اروبرا كيتباق فيها وخصا عالم الطيارة نفس القانون يعني ديال الطيارة بلد العبور راه ماشي مشكل انك تدوز من تماك بلد عبور غيرش النغسي يكون عندك البيت الثاني اللي غادي تدوز به من فرنسا الاتالية